هناك تواصل كإجراءات فنية أو استشارات فنية مع منظمة الصحة العالمية لاستكمال أي نواقص كانت موجودة قبل أن يتم الإعلان وبعد أن استوفت كل الإجراءات وبعد أن تم الرفع من قبلنا للليجنة الوطنية العليا ولوزارة الصحة تم استيفاء كل شروط من قبل منظمة الصحة العالمية وتم الإذن لتحدث الرسمية باسم الليجنة الوطنية العليا وتم الإعلان عن الحالة موجودة في الإيمان هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تمت مقبل السلطة المحلية وعلى رأسها السيد المحافظ اللي أرى لكم فريسان ميل بحسني هناك إجراءات احترازية مبكرة تمت وسريعة جدا من أجل احتواء الوضع الوبائي الحاصل ومن ضمنها هذه الإجراءات الاحترازية سواء كان منع التجوال في المديريات الشرقية وأيضا إجراءات احترازية أخرى أن كان إغلاق الميناء أو حملات رش واستجابة وتدخل وتقصي وتسجيل المخالطين وتقسيمهم إلى ثلاث فئات مخالطين الحلقة الضيقة حوالي المصاب والمتوسطة والمخالطين البعيدين مش المحتكين بشكل كبير أن كان في زملاء العمل وأن كان في الأهل وأن كان في الكوادر الصحية الذين قدموا خدمة الإجراءات تمت بسلامة وتم إعلان الحالة ونحن وبعدها قمنا بإجراءات احترازية كنا يوم أمس في حملة كبيرة جدا لمدينة الشحر من خلال التعقيم وتطفير المنطقة كاملة بشكل عام وأيضا من خلال حملة طبية وعلاجية وطاقم طبي كامل وبعض التجهزات ومستلزمات السلامة للكوادر الصحية العاملة في مستشفى الشحر وحتى تدريب ميداني أثناء الخدمة وسندونا في هذا أخواننا في موسطة القلب في مركز القلب بطاقم طبية خاصة في الانعاش وفي التنفس الصناعي قمنا بمهمة كبيرة جدا مع أخواننا أيضا في الأمن كانوا معنا ودعمين ومتابعة كبيرة من سلطة المحلية وأخواننا في صندوق النظافة نفذنا حملة متكاملة في المدينة وأيضا حتى نفذنا حملة أخرى عبارة عن رشد خاني لحمى الضنك وكانت شحر ضمن الخطة حقنا التي نفذناها بدعم من الآخر المحافظ لكن قدمنا الشحر نتيجة الوضاع الوبائية التي حصل فيها بحثنا نكافح حمى الضنك ونساعد المواطنين وصلنا رسالة للمجتمع أننا موجودين معهم ونقدم خدمة في هذه الظروف الصعبة طبعا نحن الآن نعمل على عدة خطوات في صحة ساحة الحضر الموت خطواتنا السابقة مستمرة في الجانب التثقيفي والتوعي على مستوى المحافظة بشكل عام وأيضا في الترصد الوبائي خطواتنا مستمرة السابقة في جانب مراكز المعالية واستكمال ما تحتاجها من أجل فتحها واستقبال أي حالات خطواتنا مستمرة في الجوانب الإيرائية والإدارية في التعامل مع الخطوات الاحترازية مع الجهات الأخرى أسوان كان في حضر التجوال وغيرها وأيضا بنشتغل إلى الجانب الآخر الحالة المرضية تم اكتشافها وموجودة الباقي نعمل على المخالطين وكيف نحن نوصل لهم وهناك إجراءات علمية نحاول قدر الإمكان أن نستعين بأخواننا في وزارة الصحة وفي الترصد الوبائي أو في منظمة الصحة العالمية وهناك وافد قادمة من منظمة الصحة العالمية خلال اليومين القادمة للمساعدة في جانب التقصي والتحري والوصول إلى المخالطين في أسرع وقت ممكن وممكن أن نحن طلبنا كميات كبيرة من المحاليل من عجل فحص في أسرع وقت للمخالطين وتسجيل إذا كانت هناك حالات أو حالات موجبة مولودة نتعامل معها بسرعة الإجراءات التي تتم الآن ومن يوم أمس استكمال حصر المخالطين وتقسيمهم إلى عدة فئات والتعامل معهم باشرة فريق اليوم نزل من قبلنا مكتب صحة بمحافظة من فريق الاستجابة السريعة من مدينة المكلة نزلوا يسندوا أخوانهم في الشحر أيضا فريق آخر من منسقين وفنيين من نظم الصحة العالمية نزلوا إلى مدينة الشحر وكادر طبي من قبلنا من مكتب صحة نزلوا إلى مدينة الشحر للتعامل معه في أسرع وقت مع المخالطين وتسجيل أي حالات اشتباه إضافية للتعامل معها مبكرا من أجل أن لا يستفحل الوباء وأن لا تزيد الحالات المرضية هذا أغلب الأشياء التي نعمل عليها وأترك لكم المجال إذا كان في أي أسألة بحيث أننا نتعامل مع الوضع طبعا نحن لا نذكر أسماء لأننا في الأمراض بشكل عام أي مرض من الأمراض نحن لا نعلن أسماء مرضى وفيه جوانب مهنية وإنسانية وإخلاقية فموضوع ذكر الأسماء خارع عن إطاق إجراءات الصحة وخارع عن البروتوكولات وخارع عن الجانب المهني فالصحة نحن تسمع لكن عندما البحث عن مخالطين من خلال الشخص نفس المصاب نحن نجلس معه ونأخذ مننا بعض المعلومات ونوصل للمخالطين حتى التعريف المخالط لنا إجراءات في التعامل مع المخالطين وإضا منهم المخالطين الذين نوصل لهم في أسرع وقت ممكن وننتعامل معهم ونحن نبدأ إجراءاتنا في هذا الجانب مصدر الحالة في الوضع هل يفعل من ميناء الشخص أو أنه يعني يدخل من أي منطقاتها؟ وكيف تعاملتم مع هذا الدولي؟ وأيضا كنتم في مراحبة اسم الحالة منشور على موضع التواصل الاجتماعي وفي كل مكان من ممكنها من استفاق الشخص كيف تؤمنها؟ طبعا نحن نعملنا لشقين من أولة البارح عندما تم الإبلاغ عن الحالة وأيضا عندما تم تأكيدها نزلنا نعمل على جانبين الجانب الأول المعرفة مصدر الإصابة الشخص المصاب من أين تلقى هذه الإصابة؟ ومن أين وصلت له هذه الإصابة؟ وأيضا اشتغلنا على جانب آخر اشتغلنا على جانب المخالطين فموضوع الإصابة في الإجراءات الاحترازية السابقة تعرفون ميناء الشحر ميناء بضايع وميناء سمكي وليس ميناء ركاب ولم تجرى عليه إجراءات الحكومة في أغلاق كل المواني والمنافذ فهذا الميناء ميناء بضايع ولم تجرى عليه إجراءات الأغلاق فهو يقدم خدمات ويقدم أيضا أسماك وغيرها لكن قادة أرباب هذه السفن والبواخر التي تصل لهذا الميناء هناك إجراءات مع أخواننا في خفر السواحل وأيضا أخواننا في المشروع الرابع عدم نزولهم إلى أرصفة الميناء يبقوا في سواحيهم وفي بواخرهم وتقدم لهم خدمهم موجودين فيها فالتقاط هذه الإصابة يقولون أن الشخص المصاب له تواصل بحكم مسؤوليته وصوله فيقد يكون هناك احتكاك مباشر أو غير مباشر من خلال الوسطى ومن خلال الإجراءات وتوقعات والتزامات وغيرها ممكن نوصل إلى هذا المرض موضوع الأسامي أو وسائل التواصل الاجتماعي ليس أجهات رسمية نحن لن نذكر أسماء كأجهات رسمية مسؤولة لكن وسائل التواصل الاجتماعي توجد عليها كثير من الأشياء وكثير من التصريحات وغيرها ومسؤول عنها من ينزلها جنسية للشخص المصاب يامني 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 كم لفترة من يوم ظهرة المرض هذا كم لفترة ثاني شيء أشخاص يعني توابع كم من أشخاص المنخلقين أنه بيبصن أعداد كثيرة طبعا الحالة وصلت يوم الأربعة مساء إلى أحد مشافي الخاصة في الشحر وتم تابعة الحالة من خلال عدة إجراءات من خلال الطاقم الطبي الموجودة هناك وتم تحرز على الحالة والإبلاغ لكن الفحوصات والإجراءات التي تمت الأخرى على مستوى المحافظة تمت يوم الخميس ويوم إلى الساعة 12 يوم الخميس في الليل وصلنا إلى تأكيد الحالة المرضية موضوع المخالطين نحن نشتغل على ثلاث فئات إن كان من زملاء المصاب في مكان العمل أو من الحلقة الضيقة لها وغيرهم أو من الكادر الصحي الذي قدم خدمه لهذا المصاب نعمل عليهم بشكل كبير جدا نحن وسعنا الحلقة بحيث أن نوصل للكل عندما توسع الحلقة نحن نوسعها من أجل من أجل أن نوصل إلى حتى القليلية المخالطة نوصل لهم نعتبرهم في نظرنا نعتبرهم أن نحن مستهدفين بالنسبة لنا من أجل أن نقل الخطورة على المجتمع فوصلنا إلى تقريبا 300 شخص اليوم هذا كل بشكل عام لكن الحلقة الضيقة التي نتعامل معها الآن نحن في الميدان تقريبا 18 واحد نحن نعمل عليهم إجراءات علمية وممكن نحن نأخذ لهم مسحات وعينات ليفحصا فبكتور مبتسا يتمل الإعلان يعني عن عن سبب الإصابة هل في موعد معين مثلا أنكم في صورة يعني تحنيل أو جيد سبب الإصابة كيف ما أفتهم لي نحن نتكلمنا الآن عن سبب فاهم لك نتبه أي سبب الإصابة الآن الهوائيات متضاربة يعني فيه كثير غازلنا الإصابة ممكن أنا قلت لك يعني ممكن أنه فيه احتكاك مع شخص مصابة وحامل المرض من أرباب السفن الذين جاءين من الصومال أو الباكستان أو الهند وغيرها الموجودين لكن بحكم أن هؤلاء الناس ممنوعين من النزول وأن الفترة السابقة يعني خلال ما ظهرت الإصابة هي ممكن الاحتكاك تم يعني نتعرف أن الإجراءات لو بها يخلل 14 يوم كاملة فظهرت الإصابة وظهرت حالة يعني تقريبا بعد 10 يام من 12 يوم وهؤلاء الناس ممكن يكونوا قد غادروا اليمن واتجهوا في طريقهم فموضوعها نحن نتعامل الآن مع تعريف قياسي للحالة تعريف قياسي علامات وعراض ظهرت تتوافق مع التعريف القياسي الموجودة لدينا في احتكاك في مكان خطورة عبارة عن منفذ دولي توصل إلينا عبر بعض الوافدين فهنا توجد الخطورة فتعاملنا مع الحالة مع التعريف القياسية مع مكان العمل بالنسبة لنا موقع خطورة البي سي آر وهذا أعلى فحص لا يود فحص أكبر منه هذا أعلى فحص هل يسمح لصحفيين دروج والتصوير في مدير الجي الشهر خاصة للماركز الصحي هذا هم من بعيد حتى هل التصوير نحن ما عندنا مشكلة في موضوع التصوير بس للصحفيين ينتبهوا على أنفسهم ويحذروا لأن الموضوع ليس سهل ونحن خايفين على كثير من الصحفيين وخايفين على صحة الناس حتى ينكادر الطبي ونعطيهم مسائل سلامة لكن الصحفيين ينتبهوا كل واحد يحذر على نفسه ممكن أن يكون عرضة للإصابة حتى نحن ممكن أن يكون عرضة للإصابة وموضوع تصوير الأشخاص أو المرضى هذا لا يسمح بها قانونا فممكن ما عندنا مشكلة في مدير نحن لا نرتف في هذا الجوانب ونمنع نحاول أو نحذر أن هذا فيه أمات خطورة فلا نتمنى أن نعرض نعرض أحد حتى المقربين ترى الحالة توجد الحالة حين نازل في مركز العزل في مدير الشهر لماذا يعني في مركز العزل في مدير المكننة الشيء الثاني في نسبة للاشر يعني لأن لماذا يوصمع للصحر والسكان والشر التي ظلت لأن كل الناس خائفة لماذا يوصمع للصحر والسكان والناس والانتزام طبعا وجود الحالة الآن في الشهر في مركز المعالجة في شحر نحن نحاول قد لا تنتقل للحالة الأكثر من مكان من أجل أن لا نوزع العدوى على عدة أماكن وعدة مرافق صحية فنفضل أنها تبقى في مكان واحد تقدم لها الخدمة حتى توصل إلى مرحلة معينة من تشافي وأيضا حتى حرصا على سلامة المريض في عملية النقل حقه وأيضا في موضوع الإصابات أو موضوع نقل العدوى فنتعامل معها في مكان وممكن توصل إلى مرحلة معينة يتم نقلها إلى مكان آخر لتقديم خدمات إضافية ومن أجل الحالة لهذه التدخلات موضوع أهلنا في شحر نحن نوصل أكثر من رسالة كل الإجراءات الاحترازية التي تمت هي في صالح الجميع ومن أجل الجميع من أجل المحافظة ومن أجل الشحر ومن أجل الناس الموجودين في شحر فلم يصل الموضوع إلى درجة التخويف والتهويل في أشياء معينة في وصول وإنما كل الإجراءات عبارة عن إجراءات احترازية كان في جانب حضر تجوال أو في غيرها لتوصيل رسالة توعوية سليمة للمواطن نفسه وللفرد نفسه وللأسرة كيف يحموا أنفسهم وكيف توصل لهم الرسالة في موضوع أنه في خطر موجود في حالة موجودة عندنا الآن يجب أن نتعامل معها كلنا بعيدا عن الاستهتار أو بعيدا عن ترك الفرصة للوباء هذا أن ينتقل نحن خوفاتنا كبيرة جدا أن ينتقل المرض إلى أكثر من واحد وامكانياتنا محدودة إذا كان المرض هذا هد أعلى المنظومات الصحية على مستوى العالم ما هي أمكانياتنا نحن والتي نتعامل معها في مستوى أمكانيات العالم الذين يتعاملون بهذه فنحن قدر الأمكان نعمل إلى إجراءات احترازية كبيرة جدا هذه الإجراءات الاحترازية هي التي قد تمنع وصول المرض للآخرين فالإجراءات التي يتم في الشهر نحن نطمن الأهل في الشهر إنها إجراءات احترازية يساعدونا فيها لمنع أن تقال المرض أو أن تشارع إلى الإجراءات الغرف طبعا في قبلها معاه هذا الحالة في نفس اليوم يوم الخميس الماضي كانت هناك حالة اشتباء أخرى سجلت في مستشفى بن سينة من قبل أحد الأخصائين وهي الحالة لم تتوافق مع التعريف الجياسي لكنها أخذناها نحن بعين الاعتبار وعملنا لها فحص وطلعت سلبية هذه الحالة ولا توجد حالات اشتباه أخرى بعد الحالة التي نعملنا وإنما عندنا ناس نحن نعتبرهم العالي الخطورة أو ناس محتكين بنتعامل معهم الآن في الميدان ولم تسجلوا إلى حالة شباط لك ماذا عن إجراءاتكم في مينا الشحر في مينا المثلة كانت في إجراءات في مينا الصحية هل يفرض عليكم الضغورة العدل اللي قالكم بعملكم لفحص الحالات الجادلة من هنا ومنالك وبدأ عن إجراءات صحية التي تقومونها في مينا في مينا الشحر نحن أعلنها أكثر مرة نحن نتعامل مع ثلاثة مواني نتعامل مع مينا الشحر ومينا المكلة ومطار ريان الدولي وتوجد فيها فرق طبية في مينا الشحر أيضا لفحص أي وافدين عبر هذا الميناء لكن بعد أن تمت الإجراءات وأغلاق المواني والمنافذ تم اتخاذ الإجراء على الوافدين أن يمنع أولا خروج أي وافد من المواني حقهم ما عدى البضايع فالطاقم الطبي حقنا في صحة المواني مولدين في المينا فالكاذر أو الأشخاص الذين أرباب هذه السفن الأجانب لا ينزلون في إجراءات منع لنزولهم فلا يتم فحصهم أطلاقا يعني هم غير لا ينزلوا إلى دكة المينا نفسه فنحن لا نتعامل معهم أطلاقا ولا نتعامل معهم صدوات صحية بحجة منعهم وهناك سلطات مسؤولة عن هذا الكلام السلطات المسؤولة إن كان خفر السواحل وإن كان في المشروع الرابع هم مسؤولين على عدم نزول هؤلاء الناس وفي حالة أن هناك حالة مرضية في أي من هذا البواخر أو من هذا السواحي مثل ما بتعامل في مينا المكلة يتم إبلاغنا وننزل فرق طبية إلى الباخرة نفسها من أجل التعامل معه وتقديم لخدمة حتى وإن كانت غير مشتفة بكورونا حتى حميات حتى حالة حريق وصل معنا قبل أيام في مينا المكلة لأحد السواحي كان في حريق موجود وطلبوا مننا أخواننا في المينا للتدخل ونزلنا فريق طبي وطلع إلى هذه الباخرة وتقديم خدمة داخل للكادر الموجود في هذا المينا فموضوع نزول ناس وإجراءات صحية للناس للمينا الشحر هذا أطلاق غير موجودة يعني في الكادر موجود لكن ممنوع نزول أي حد إلى أصل لكن وصول أشخاص إليهم إن كانوا وسطا إن كانت وثائق وأوراق إن كان عفش أو مستنزمات هذا اللي شكل الخطورة بالنسبة لنا في الفترة الماضية وأيضاً تمت إجراءات احترازية وفي مينا الشحر تم إغلاقها بأمر رسمي من الأخ المحافظ وأيضاً تم تعقيمة يوم أمس من قبل فرق صندوق النظافة بنحاول محاصلة الوباب والمعلام تكاثل ما تحتوي من 300 شخص حالة فبريق و18 حالة إيش مصير هذه الحالة؟ هل كانها عزل منزلي أم أنه عزل عام من السوق إيش الإجاءات من تقتل هولا؟ طبعاً أنا لما أتحدث عن مخالطين لا أتحدث عن حالة أهلي فالألفاظ في موضوع لما تحدث عن مخالطين أو لما تحدث عن وافدين فموضوع فيه مخالطين أشخاص سليمين بخير يعني في صحة وعافية الآن لم تظهر عليهم أي علامات وعراض لم تسجل عندنا حالة مشتبه لكن نحن قسمنا المخالطين إلى ثلاث أقسام ووسعنا الدائرة بدل مهم معنا 18 واحد اللي بنسميهم نحن أو نسميهم المحتكين أو الحلقة المغلقة هذا محتكين أكثر هذا اللي معنا 18 اللي نتعامل معهم الآن في الميدام بشكل كبير لكن لما نوسعنا الدائرة نحن وصلنا إلى كل العمال في ميناء الشهر وتم توجهات من الآخر المحافظ في التوجهات الاحترازية التي وجهت فجر الجمعة من ضمنها اغلاق الميناء وبقاء الكادر الميناء في حجر منزلي وعدم نزولهم إلى لكن نحن بنتواصل مع الكل مع هذه الدائرة كلها وما زلنا بنحاول نحن نتوسع بحيث أن نحصل خطورة إلى أدنى مستوياتها قبل أن نصل إلى الشهر كلها نحن نعمل على حلقة مغلقة وعلى حلقة متوسطة وعلى حلقة واسعة بالنسبة لنا من المحتكين ونتعامل معهم هذه الإجراءات اللي بنتمي فيها أول حاجة الحصر أو ثاني حاجة التواصل بالتليفون ثالث حاجة الوصول إلى المنازل هم أعطاهم الإجراءات سليمة لتعامل معهم خاصة أنا أتكلم عن الحلقة الغير مع الحلقة المفتوحة الأكثر تساعن فنحن نتعامل معهم بإجراءات سليمة علمية لكن الثمانتعشر هذا الحلقة المغلقة نحن نعمل مع وزارة الصحة من نظر الصحة العالمية على أساس أنها تبدأ نعمل إجراءات أكثر صرامة وأيضا نأخذ مسحات وعينات اللي فحصها وتوكلمن نعم بالنسبة لأنتم كان يجين طواري وما أنتم صحة ألي تطلب الوضع العام بحضرة تجوال بشكل كامل أو بشكل جوزي كيف ترون الوضع الآن طبعا وضوح حضرة تجوال تتدخل فيه مجموعة من التداخلات من ضمن هذه التداخلات والخطورة أننا بلد في حرب وبلد ودولة فقيرة ومقدراتنا ليس بالمقدرات الكافية للتعامل مع حالات مرضية مثل كورونا فالإجراءات الاحترازية وحضرة تجوال بتشوفوها أنتم في كل الدول بل أن دول منظومات الصحية على مستوى الوطن العربي منظومات الصحية كبيرة جدا ولو رأيته الأردن يوم أمس حضرة تجوال شامل كثير من الدول اللي حوالينا فبيتخذوا إجراءات مثل هذه إجراءات ليس القصد منها التنغيص أو التعامل مع المواطنين في هذه الظروف صعبة في جانب الحضر وفي جانب الجوانب الاحترازية التي نحن محتاجين وأيضا بنعطي لسلطاتنا سواء كان في السلطة المحلية وسلطات العلية بنعطهم مقدراتنا الحالية الموجودة بكل شفافية وهم اللي هم الرأي في التعامل مع بعض الإجراءات الاحترازية وأيضا إجراءات حضر التجوال وغيرها وبنعطي راجب كل سلامه ونحن بنوصل رسائل تبعوية المواطنين أن حضر التجوال هذا في صالح المواطن فيجب علينا نحن بنعطي توجهات كنا بدون حضر التجوال أن أبقوا في بيوتكم والتزموا فيه وينزل الشخص في مهمة عاجلة ومستعجلة أو حاجة ضرورية يأخذها ويرجع لكن لما نحن كلما زادت درجة الخطورة عندنا يجب أن تزيد معها الإجراءات الاحترازية أكثر ومن ضمنها حضر التجوال هل هناك خطة علاجية تستخدم المصاب مثل بعض الدول تستخدم مدوية المدارية أو اليد هل المصاب حالته مطمنة لدلوط الحالي؟ طبعا حالة المريض الحمد لله حالته مطمنة ونحن بنتواصل مع الجهات المختصة اللي بتقدم خدمة وحريسين بشكل كبير جدا على تقديم خدمات لأنها بالنسبة لنا قصة نجاح في معالجة كشاف وأيضا معالجة الحالة وخروجها بسلام إن شاء الله موضوع البروتوكولات العلاجية نحن نعمل عليها وموجودة لدينا مجموعة من العلاجات وحتى نفذت كثير من العلاجات على المريض الحالي وقدمت لها كانت هذا الهايدروسي كلورقوين وغيرها الحق الملاري وغيرها فبدأت العلاجات في هذا الجانب وأتوقع أن العلاجات التي بدأت في وقت مبكر مع هذا المريض وتخبط اللي حاصل كان مع العالم نحن استفدنا من تجارة بالعالم وقدمنا خدمة للمريض بشكل سليم وحافظنا على المريض بشكل سليم دكتور في نقطتين واحدة تتعلق بالوضع الصحي والأخراج العالفين في الخارج ما يتعلق بالوضع الصحي اليوم في شكوى أنه في مدينة الشهر المختبرات مستحنة تماما بعض الأطلباء غير موجودين اليوم نتيجة محاوفهم وما نحن شاهدنا الأسبوع الماضي في أطلباء خلق الفلوكة احتجاجية قالوا لم توفر لهم أي معدات سلامة للأطلباء هل وفرتهم هذه المعدات وضمنت أنه طالب مطلية وتعمل على ذلك الوقت الموضوع الثالي بإعتبارك أنه متحدد بتكريد من الأخر المحافظ هناك شكوى ما زالت تصل من الأردن من روسيا من مصر أنه العالبين من الحضارب حصفهم من النحط ويوجدون هناك طروف صعبة هجم الحلوز وهذه المعالجات آنية على الأقل اللي الآن تعمل عليها بشأن الكادر الصحي وتقديم الخدمة في مشافينا بشكل عام نحن نزلنا يوم أمس ونزلنا معنا عداد كبيرة وكميات كبيرة من وسائل الحماية للكادر الصحي اللي بيقدم خدمها وسائل الحماية كثرة اللغة بتحولها في الفترة الأخيرة وأيضا حتى عندك كثير من الكوادر الصحية وأيضا هناك مشاكل في موضوع عاد موجودها حتى في السوق نفسها وغلاها حتى في المصدر نفسها والمشكلة أنها كثير من البضايع التاتي من الصين والمشكلة في الصين حاليا وبنشوف عمليات القرصنة اللي بتحصل على الأجهزة وغيرها وكل جهة بصراعة من أجل البقاء فكثير من الناس يتكلموا عن وسائل السلامة وعن احتياجات نحاول دينا وسائل السلامة مبكرا عملنا لنا مخزون بدعم من الأخ المحافظ وشرينا مجموعة من وسائل السلامة من عدة اتجاهات ومن عدة وكالات موجودة وحافظنا عليها من عجل أن تعطى للكادر الصحي حقنا في حالة أن هناك حالات عندنا مركز في مستشفى بن سينة مركز معالجة هذا المركز مسجل في منظمة الصحة العالمية ومسجل في وزارة الصحة اليمنية وبيدد منها دعم ووصلتها وسائل الحماية يكون أن هذا المركز الوحيد الذي على مستوى اليمن لأن وزارة الصحة اليمنية حددت في كل مستشفى على مستوى اليمن كل مستشفى رئيسي في المحافظة في محافظات حددوا فيها مركز معالجة فكل المقدرات وكل الدعم اللي إجاز سابق وسائل الحماية التي تم صرفها من نظمة الصحة العالمية وزار الصحة كلها في مركز الحماية الموجود في مستشفى بن سيناء نحن اشترنا كثير من وسائل الحماية الموجودة في السوق بدعم من الآخر المحافظ موجودة لدينا يوم أمس سلمنا إدارة مستشفى الشحر وسائل الحماية وأيضا كثير من الداعمين وأهل الخير بيشتروا بعض وسائل الحماية ورأوا أن هذا الموضوع بنسبة لهم مع زيادة الأصوات وزيادة الكادر الصحي وكلام عن هذا الجانب فكثير من أهل الخير توجهوا إلى هذا الجانب ويشتروا بعض الحاجات طبعا حماية الكادر الصحي خط أول حتى في المنظمات الدولية وفي خطة المنظمات الدولية تتكلم من المنظمات الدولية على موضوع حماية الكادر الصحي المقدم الخدمة حماية المسنين وعالي الخطورة من مرضى لأمراض المزمنة وأيضا دعم الدول الفقيرة ودعم الدول التي فيها أنظمة صحية ضيفة جدا فالخط الأول حماية الكادر الصحي ونحن نعمل على هذا الجانب من خلال دورات تدريبية ولقاءات علمية مع كوادرنا الصحية من أجل رفع مستوى الفهم لديهم حتى في موضوع وسائل الحماية ما هي وسائل الحماية وكيف تلبسها ومتى تلبس هذه وسائل الحماية لأن قد بعض هذه وسائل الحماية تأدي إلى نقل المرض نفسه إذا لم نتعامل معها بشكل سريم ونحن مفرضا أن نحن نوصل رسالة الموضوع المعاتل موضوع العالجين وموضوع المرضى الموجودين في الخارج صراحة كانت لفتة كريمة من الأخ المحافظ ولم يحصل في أي محافظة من محافظات الأخرى أو حتى على مستوى اليمن بشكل عام أن شكل لجنة في حصر العالجين من أبناء حضرموت في الخارج وأيضا محاولة دعمهم وأيضا محاولة التعريف بهم لداء السلطات العليا ولداء الحكومة من أجل دعمهم والتخفيف من معاناتهم في الخارج لأن كثير منهم كثير من العالجين ذهبوا من أجل المعالجة والمراضي وغيرهم محتاجين إلى دعم وإلى تدخلات عاجلة فسلطة المحلية كانت نبيها وكانت تعاملت مع الموضع باحترافية وأيضا تم تشكيل لجنة وحصر كل الناس اللي في الخارج من أجل تقديم لهم الدعم وهناك خطوات تجارية في هذا الجانب سؤال نحن نعرف أنه لأي شخص قالت المريض وتأكدت حيصابته بالمرض أنه يتحق في حجر صحي لغاية الميت بدأ تحص إيجابي أو سلبي فالحين أهل المريض الأشخاص اللي كانوا مرافقين له والأشخاص اللي كانوا يعملون هل تم مضمك في حجر صحي على الأقل الأشخاص اللي كانوا يعفونهم ولهم الأهل هل تم مضمك في حجر صحي أو جانب؟ طبعا ليس كل الناس الذين خالطوا والذين تقو أن يتم حطهم في محاجر صحي من أجل تصحيح معلومة بس علمية نحن بنتعامل مع أو يسموهم المحتكين الرئيسيين أو القريبين وهذا بدت إجراءات اليوم في التعامل والمحاجر وأيضا أخذ عينات وتعامل معهم فبدت الإجراءات اليوم في هذا الجانب وليس كل المخالطين الذين يمكن نضعهم في حجر نتعامل أيضا الإجراءات بذابها أخي المحافظة السلطة المحلية وتشاول مع سلطات الصحية والليونت المكافحة والليجان الأمنية كلها في موضوع الإجراءات الاحترازية ومن ضمنها حاضر التجوال هذا أيضا من ضمن الإجراءات الاحترازية في موضوع المحاجر فهذا إجراء احترازي من الدرجة العلية نتعامل معها بشكل عام شكراً جزيلاً حياكم الله